ضمن المبادرات الرئاسية كانت معظمها بتصوب في صالح الشباب زي ما حالك تفضلت وسيد الرئيس بيولي هذا الموضوع اهتمام بالغ في كل مناسبة ربما الرئيس تحدث عن الرياضة أو الكرة قليلا لكن تحدث عن الشباب كثيرا في كل المناسبات وكان دايما يحض الشباب على فكرة اليقى البدنية وفكرة ممارسة الرياضة كمدخل من المدخلات زي ما حالك تفضلت الأمن القومي صحتي ده جزء من الأمن القومي للبلد كيف التقطت وزارة الشباب هذه التعليمات والتوجهات الرئاسية وقامت بتحويلها إلى برامج على أرض الواقع مش عايز يعني أبالغ أو أتكلم لكن أنا رياضي لعدت رياضة ودربت واشتغلت وشفت مجتمعات فترة مختلفة سواء في مصر أو برا مصر الحقيقة ما شفتش اهتمام وقناعة وفلسفة لدور الرياضة زي يعني شفتها مساعدة الرئيس والكلام مع سيادته يمكن في البرزنتيشن أو في متابعيته لأعمالنا بيتكلم بشكل عمود جدا عن دور الرياضة أبعد من دور الرياضة بمعنى الرياضة حتى لو الاهتمام بالنشأ والبطل المصري إن هو يرفع اسم بلده بس شكل الشاب المصري إيه؟ صحته الداخلية دلما كلم عن السمنة والنحافة؟ كله الشكل دوت يعني أنا بنسميه انشيب انشيب شكل المواطن جسمه عضلاته هيكله العظمي المفروض تنشئته تكون ايه؟ وشكلها ايه؟ السمنة حتى اللي بيشتغل في مجال ومكان يعني جسمك يعني شكله طب انت بتمشي أو لا بتعمل رياضة أو لا؟ واحنا بنشوف سيادة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية بيركب عجلة صحيح ويبينزل في الشارع وبيروح لطلبة بتتمرن وبيعمل موديلينج اللي بيخليه بلغتي بلغة التسويق الرياضي انه بيسوق هذا المنتج لما فخامة الرئيسة أو رئيس الدولة بيعمل ده خلاص التقطتوا من المغادرة دي بنلتقط هذه المغادرة هذه المغادرة في البدرة واحدة فبالتالي نظر رياضة لما سيادته يقول رياضة أمن قوم هي أمن قوم لأن لما نربي ولادنا في السن الناشئ اللي احنا كلمنا عليه هو بيروح للجزء الثقافي والعلمي والآخر وينسى بدنه فهيحصل له انحرفات قومية هيحصل له يعني الفانكشنز بتاعت جسمه ووظائف أعضاؤه مش سوية مش سليمة فبالتالي هو مش هيكون عنده قدرة ولا يقدر على نفسه وانه هو يقوم بمهامه ولا يقدر على مهام بلده ولا إنتاج هيتم فبالتالي التنمية السليمة رياضيا هي أمن قومي اللي بيها احنا بنعمل نموذة كبير جدا للتنمية الرضية داخل الوزارة التنمية الرضية احنا بنعمل برامج كتيرة جدا في كل محافظة نصر وفي الكرة وفي النجوع وبنعمل التوعية والأعمار سنية لغاية الكبار الرواد بنوصل لهم برضو بشكل كبير جدا بنعمل تي أو تي للمداربين الرواد أو كوميونيتي كوتشز للمداربين المجتمعيين اللي ينزلوا المجتمعات بشكل مختلف أو بشكل كبير بنعمل توتال ديفالوبينت بلان يعني خطة كاملة للرياضة في الحقيقة اللي بيها التوعية من أثار السمنة والسكر وضغط الدم الأمراض اللي تنشأ عن عدم الاستمرار الاستمرار هل الرياضة يمشي؟ يعني أبسط حاجة أبسط حاجة مع الحلل يعني أحياناً اقتصادياتنا بتخلي الناس عايزة تشتغلوا دي حاجة مهمة فلوزني بيزيد الأمراض بتيجي فأحنا بنغسر كل ده بنغسر كل ده فطبعاً دي حاجات واقع عليها دورنا إحنا كوزارة الشباب والرياضة إن إحنا نقوم بيها ننفذنا دي مسؤوليتنا مع مسؤوليات أخرى للمجتمع دور اللي بتقوم بوزارة الصحة في التوعية العامة مبادرة 100 مليون صحة والمغدرات المختلفة والتوعية بأمراض السمنة بتساعدنا كتير في الحقيقة إن إحنا كمان نقوم بأدوارنا في تعاون برشاف بينك وبين وزارة الصحة وزارة الأوقاف وزارة التعليم في تعاون بنتعاون بنتعاون مع كل الناس وبنتعاون إحنا كمان وزارة أنا بسميها يعني عمود فقر كده بندخل في كل المجالات في الحقيقة مع التربية والتعليم بتلاقينا من خلال اتحاد الرياضة المدرسية وعملين لجنة علمية كبيرة جدا من أساتذ أكبار مع معالي وزير التربية والتعليم اللي بيها أخرجنا سوا أول برنامج إن الرياضة تكون مادة يعني ما يعديش إلا ما يخلص برنامجه ثم أعلن سيادة الوزير إنها تكون درجة نجاح وسقوط ففي الحقيقة هتفرق مع الفكرة اهتمام ده إحنا عاملين لجنة علمية كبيرة من أساتذة متخصصين في المجالين في مجالات المناهج التربوية ومجالات علوم الرياضة في الحقيقة علشان نعمل الموضوع ده بما لا يؤثر على الحركة التعليمية التربوية في الحقيقة دي كلها حاجات اللي هي عملية التكامل بنتكامل أكيد مع وزارة الصحة والدليل البرنامج والأكواد اللي خرجناها في موضوع الكورونا والفتح التدريجي للمؤسسات ومنشآت الرياضية دي كلها حاجات في الحقيقة إحنا يعني بنقوم بيها بأدوارنا المختلفة وعلى مستوى البطولة إحنا في 2019 أكبر كم من الرياضيين خد الدعم الكبير جدا من فخامة الرئيس وخد أوسمة وسلمه على الرئيس في كل سواء في أولادنا زي القدرات الخاصة أو الطبيعيين اللي بيها ده يعني حالة كبيرة جدا من الصخاء والدعم الرياضي اللي بيها إن شاء الله نحط إحنا كمان خططنا واستراتيجياتنا عشان مصر تنافس وولادنا يكونوا موجودين في كل المحافل ده المستوخ